ينضم إلينا أستاذ القانون الدستورية دكتور ليت نصروين أهلا ومرحبا بك معنا دكتور ليت للحديث بشكل أكبر حول ما هو قادم لمجلس النواب ونبدأ معك بالتفريق دكتور ليت ما بين الدورة العادية والدورة غير العادية في الدستور تحديدا دعا مساء الخير أخي العزيز الفرق الأساسي بين الدورة العادية والدورة الغير عادية تكمن في موعد انطلاقها الدورة العادية حدد لها المشرع الدستوري موعد في الأول من تشرين أول من كل عام في واحد عشر من كل عام خارج هذا الموعد تكون الدورة غير العادية بالتالي طالما أن جلالة الملك قد دعا مجلس الأمة للاجتماع في العشر أو عشر كانون الأول ستكون هذه الدورة دورة غير عادية هذا هو الاختلاف الأساسي بينها الاختلاف الثاني فيما يتعلق برئاسة مجلس النواب اليوم مجلس النواب جديد بحاجة إلى انتخاب رئيس لمجلس النواب ومكتب دائم من النواب من المساعدين والنائب الأول والنائب الثاني الرئيس في الدورة غير العادية لن يكون لمدة سنتين كما هو الحال في الدورة العادية الرئيس القادم من مجلس النواب سوف تبدأ ولايته في عشر أطمعش 2020 وسوف تنتهي في 39 2021 لماذا 39 2021 لكي يبدأ مجلس الأمة في 11 2021 الدورة العادية الأولى للمجلس القادم فرئيس مجلس النواب القادم لن يكون لدورتين سيكون لتقريبا حوالي عشرة أشهر رئاسة مجلس النواب هذا هو الاختلاف الأساسي بين الدورة العادية والدورة غير العادية خلاف ذلك الدورة غير العادية ستكون 6 أشهر ويحق لجلالة المريك أن يمددها 3 أشهر لا قيود على مجلس النواب فيما يتعلق بطبيعة التشريعات أو القوانين يحق لمجلس النواب أن يمارس صلاحية التشريعية والرقابية في الدورة غير العادية كما هو الحال في الدورة العادية طيب الآن في ظل هذا العنقاد وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها المملكة والعالم أيضا في ظل جائحة كورونا هناك أيضا مشاريع قوانين مطروحة على جدول الأعمال ستكون بعد إجراءات دستورية سيتم اتخاذها من انتخاب الرئيس والنائب الأول والثاني واللجان أيضا الدائمة في مجلس النواب بالتالي هل سيؤثر هذا الظرف برأيك على أسلوب التعاطي مع هذه القضايا وحتى التصويت ومن ناحية النظام الداخلي لمجلس النواب هل هو بحاجة للتعديل بحسب الظروف الحالية أم أنه سيكون كما هو يعني بداية اجتماعات مجلس النواب صدر بحقها أمر دفاع نعرف أنه أمر أنه بموجب أوامر الدفاع اليوم لا يجوز الاجتماع لأكثر من 20 شخص صدر أمر دفاع أخير استثنى من هذا الحكم اجتماعات السلطة الدستورية بمعنى أصبح يمكن لمجلس النواب أن يعقد جلساته طبعا مجلس النواب والأعيان أن يعقد جلساته التي تضمن أكثر من 20 شخص في مكان في موقع معين دون أن يشكل هذا مخالفة لأوامر الدفاع فبالتالي القبة أو مجلس الأمة أو القاعة قبة مجلس الأمة يجب أن تجهز بطريقة تضمن التباعد بين النواب تضمن إجراءات الصحة والسلامة العامة فهذا فيما يتعلق بالإجراءات فيما يتعلق في مكان إنعقاد الاجتماعات المجلس ستبقى داخل القبة سيكون إجراءات العمل والتصويت والكلام كالإجراءات الاعتيادية المعتادة لكن لا بد من ضمان التباعد بين النواب لا بد من ضمان أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم وجودناك الاكتطاب في أماكن وعينة داخل المجلس طيب الآن في ظل الحديث أيضا عن الظروف الحالية دكتور ليث وما سيتعاطى معه مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب القادم من خلال طبعا خطبة العرش التي سيلقيها جلالة الملك أو حتى يستطيع جلالته بسلطاته بأن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح الآن نتحدث عن الدور الذي سيقوم به مجلس النواب الأولوية أين ستكون في هذه المرحلة نتحدث عن منح الثقة لحكومة مشر الخصاونا نتحدث أيضا عن منح الثقة للوزراء في البيانات التي ستقدمها هذه الوزراء بالإضافة إلى مواضيع أخرى ستكون مطروحة ومشاريع قوانين ستكون مطروحة على جدول مجلس النواب في المرحلة القادمة فبالتالي الأولوية كيف ستكون ونتحدث عن ناحية تشريعية إن كانت موجودة كيف سيكون التعاطي معها من قبل مجلس النواب يعني بداية يوم 10-12-2020 سيكون الافتتاح بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين النواب والأعيان سيكون مجتمعين مع بعض من البعض لافتتاح الدورة الغير العادية الأولى لمجلس الأمة ومن ثم سيعقد مجلس الأعيان أولى جلساته لانتخاب نواب الرئيس وتشكيل لجنة للرد على خطبة العرش بعدها سوف يجتمع مجلس النواب لأول مرة وسيكون رئيس تلك الجلسة أكبر الأعضاء سناً سيتم أداء القسم لجميع أعضاء مجلس النواب ومن ثم سيبدأ عملية انتخاب الرئيس والنواب والمساعدين فبالتالي سيبدأ مجلس النواب بترتيب البيت الداخلي له من خلال تشكيل المكتب الدائم وهو الرئيس والنواب والمساعدين الخطبة التي تليها لا بد من الحديث عن طرح أو منح ثقة للبيان الوزاري للحكومة لأن الحكومة بشر خصاوني قد تشكلت ومجلس النواب منحلاً فيجب عليها أن تقدب بيان وزاري خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد هذا أيضاً استحقاق دستوري يجب على الحكومة الجديدة أن تعمل على تحقيقه هذا على الصعيد الدستوري أما على الصعيد التشريعي نحن لدينا اليوم قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية أقرة الحكومة هذا القانون بحاجة إلى سرعة إقراره من قبل مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لكي نحاول أن تبدأ السنة الميلادية القادمة والسنة المالية القادمة وقانون موازنة 2021 قد تم إقراره إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع قانون الموازنة قبل نهاية هذا العام سنلجأ إلى المادة 113 من الدستور التي تنص على أن يصرف من الموازنة السابقة باعتمادات شهرية مقدرة في 1 على 12 لكن الأصل هو مبدأ سنوية الموازنة الأصل أن نحاول إقرار مشروع قانون الموازنة قبل نهاية العام الحالي هذا هو أول استحقال تشريعي هذا يعتبر تحدي أمام أعضاء مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب في المرحلة القادمة نتحدث عن حوالي 20 يوم لإقرار الموازنة ولكن بذكرك للمهلة القانونية لحكومة مشروع الخصاونة لتقديم بيانها لنيل الثقة بناء عليه من قبل أعضاء مجلس النواب ونتحدث عن السرعة في إقرار قانون الموازنة هل يجب أن تقدم الحكومة بيانها لنيل الثقة قبل إقرار الموازنة أم أنه لا يخالف الدستور ولا يخالف التشريعات يعني يمكن ليس بالضرورة أن نبدأ بالبيان الوزاري يمكن أن يكون هناك على الأقل إقرار لقانون الموازنة وإحالة إلى اللجنة المالية أو أي لجنة خاصة يتم تشكيلها وخلال هذه الفترة لا مانع من أن تقوم الحكومة بخوض مارثون الثقة مع مجلس النواب وبالتالي لا داعي لتعليق الوظيفة التشريعية لمجلس النواب على حصول الحكومة على الثقة خاصة وأن الحكومة في الأردن تعتبر دستورية بالكامل من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية وأداء القسم وما الثقة إلا لتأكيد شرعية ودستورية هذه الحكومة والتأكيد على ذلك أن هذه الحكومة قد جرى في عهدها الانتخابات فاليوم نحن نتكلم عن حكومة دستورية بالكامل ليس بحاجة إلى أن تعلق نشاطها وأعمالها على الحصول على الثقة يمكن السير بخطين متوازيين الحكومة تحصل على الثقة وبنفس الوقت مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة الذي أقرته الحكومة الحالية سيد ليث هناك الحكومة قمت بسحب مشاريع قوانين في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت قبل انعقاد مجلس الأمة بشقي في عشر من الشهر الحالي دستورية ومشروعية سحب القوانين لإجراء التعديل عليها مثل قانون الإدارة المحلية وأيضا قانون الأسلحة والدخائر هل يؤثر وبالتالي ما الجديد الذي من الممكن الحكومة أن تقوم به في هذه القوانين وبالتالي إعادة طرحة على مجلس النواب طبعا طالما أن مشروع القانون في حوزة مجلس النواب ولم يتم إقراره وتحويله إلى مجلس الأعيان تملك الحكومة في أي وقت أن تقوم بسحب مشروع هذا القانون والتقدم بمشروع قانون جديد هناك مشروع قانون الأسلحة والدخائر وهو مشروع قانون في غاية من الأهمية نظرا للأحداث المأساوية التي شاهدناها بعد الانتخابات بحاجة أن يتم الالتفاد لهذا القانون وتعديل القانون الحالي والتأكيد هو قانون قديم للأسلحة والدخائر قانون الإدارة المحلية وهو نقطة في غاية من الأهمية نحن مقدمون في عام 2021 على انتهاء المدة القانونية للمجالس المحلية والبلديات واللمركزية نحن اليوم نتكلم عن وزارة جديدة هي وزارة الإدارة المحلية السابق كانت وزارة البلديات فقدم مشروع قانون هو قانون الإدارة المحلية الذي سيدمج قانون البلديات وقانون اللامركزية هذا القانون بحاجة أن يعطى أولوية تشريعية قصوى إذا ما أردنا أن نجري انتخابات بلدية ولا مركزية منتصف العام القادم يجب الإسراع في إقرار هذا القانون لكي يكون متاح لجميع الأشخاص لكي يطلعوا عليه وأيضا لكي يكون متاح للهيئة المستقلة للانتخاب لأن اختصاص الهيئة يمتد ليشمل انتخابات نيابية والبلدية يجب على الهيئة أن تعد العدة من اليوم أو منذ إقرار القانون لكي تقوم على إجراء انتخابات بلدية ولا مركزية وبموجب القانون الجديد فكلما أسرع مجلس النواب في إقرار هذا القانون كلما ممكن الهيئة والأشخاص الراغبين في الترشح من المعرفة القواعد القانونية لإجراء انتخابات منتصف العام القادم أشكرك على كل هذه التفاصيل أستاذ القانون الدستوري كنت معنا دكتور ليث نصراوين شكرا جزيلا لك